اشتركوا في القناة يستجيب بطبيعة الحالة للضرفية الحالية لا يمكن أن ننكر ذلك ولكنه ليست له علاقة فقط بالضرفية الحالية إنه أيضا مساهمة في التفكير في المستقبل وإذا سمحتم سأقدم ملاحظتين في تمهيد لهذا اللقاء الذي هو في كل الأحوال لتبادل الأفكار وليس لإنجاز ندوة معمقة الملاحظة الأولى هي أن هذا النقاش هو مساهمة في تحريك نقاش عمومي حول أهم علاقة تربطنا ببلد ديمقراطي أوروبي لا يتعلق الأمر فقط بالماضي المشترك بسلبيته وإيجابيته ولكن بالأساس بالحاضر المشترك اقتصاديا وثقافيا وإنسانيا يكفي أن نلقي نظرة سريعة على أرقام التبادل التجاري والاستثمارات وعلى الحضور الفرنسي في المغرب وعلى الحضور المغربي في فرنسا لنتأكد من أن هذا البلد مهما حصل لنا من تعثر في الحوار معه أو من أزمات عابرة أو بنيوية فإننا لا يمكن أن نلقيه جملة وتفصيلا وراء ظهرنا وسنكذب على أنفسنا إذا قلنا إنه من الممكن إنهاء هذه العلاقة أو تجميدها أو الاستغناء عنها وفي نفس الوقت فإن هناك قناعة تفرض نفسها شيئا فشيئا وربما في البلدين معا بأن هذه العلاقة تحتاج إلى إعادة تفكير تحتاج إلى الخروج بصفة حاسمة من منطق إطفاء الحرائق أي تحتاج إلى نقاش حول المستقبال بطريقة أو بطرق مختلفة عما كنا نفعله حتى الآن وحتى بناء المصالح المشتركة يجب أن يستند إلى رؤية جديدة وإلى تقييم موضوعي لنقاط القوة ونقاط الضعف في علاقتنا ولمناهج التعاون وخصوصا للمقاربة التي انتهجها كل طرف تجاه المصالح الاستراتيجية للطرف الآخر الملاحظة الثانية ستلاحظون من خلال هذا اللقاء أننا حرصنا على إشراك أصوات بمسارات ثقافية مختلفة وباهتمامات متعددة ربما لا تكون هي الأصوات المألوفة التي تستمع إليها فرنسا عادة إنهم ليسوا بالضرورة فرنكفونيون بالمعنى السياسي لهذه الكلمة بما تعنيه من سياسة لغوية وثقافية تقوم بها فرنسا عبر العالم ولكنهم ضمن أجيال ما بعد الاستقلال واحتى وهم ينتجون أساسا بالعربية والأمازيغية فإنهم صلة الوصل الحقيقية والثابتة مع الثقافة الفرنسية من المهم أن نشير في هذا الإطار إلى أن أغلب النصوص الإبداعية الفرنسية والتيارات النقدية والفكرية الأدبية الحديثة وكذلك النصوص الفلسفية الحديثة نقلها إلى العربية كتاب يكتبون أصلاً باللغة العربية ربما حان الوقت لتدرك فرنسا أن أهم ما ينتج اليوم في الفكر والأدب بالمغرب ينتج في اللغات الوطنية دون أن يتعارض ذلك مع استمرار كتاب آخرين يكتبون باللغة الفرنسية ودون أن تكون بين هاتين الفئتين أي علاقة راتبية هذا الوضع لا يعني نفض اليد من الثقافة الفرنسية بالمزيد من اعتبارها رافضاً أساسياً من روافد الجديد والحداثة من حق فرنسا طبعاً أن تكون لها سياستها اللغوية والثقافية خارج بلادها ولكن ليس هناك إمكانية لفتح آفاق جديدة لعلاقاتنا الثقافية دون الأخذ بعين الاعتبار قوة وضرورة الإنتاج المغربي في لغاته الوطنية وأن هذا الإنتاج هو الذي يجسد في بلادنا اليوم قيم الحداثة والكونية بهذا المعنى أيضاً نفتح هذا النقاش لنستمع إلى بعضنا بأصوات متعددة ليست نمطية ولا مفتعلة بل حقيقية منتبهة نقدية ومتحررة من الأفكار المسبقة والنماذج الجاهزة ربما تكون الخطوة الأولى في إعادة التفكير هذه التي ندعو إليها هي أن يتحرر المغرب من قدرية العلاقة مع فرنسا ويتوجه إلى بناء هذه العلاقة على أساس إرادة مشتركة تأخذ بعين الاعتبار الواجب والالتزام الأخلاقي لكل الطرفين وأن تنصت فرنسا إلى المغرب الآخر الذي لم تتعود على الإنصات عليه هذا التمهيد فقط لإثارة انتباه الإخوة والأخوات المشاركين بأن الأهم في هذا اللقاء هو أن نقول بأصوات مسموعة بعض الأفكار التي يمكن أن نقدمها للرأي العام حول تصورنا لعلاقات المستقبل بين المغرب وفرنسا بعيدا عن أجواء الضرفية التي نمر منها الآن وفي نفس الوقت قريبا من أسئلتها أشكركم على استماعكم